اشتركوا في القناة لمن هي موجهة وكيف يمكن الاستفادة منها لكل من تعلم وطبق هذا المجال وليس لديك اي خبرة برمجية في مجال تطبيقات والعاب الاندرويد وكذلك انت مبتدئ في هذا المجال وليست لديك اي فكرة عن الريسكن وبما انك اتيت الى هذه الدورة فهذه السلسلة مخصصة للاشخاص المبتدئين والذين ليس لديهم خبرة لانني سوف اشارك معك كل المعارف الخاصة بي في هذا المجال كذلك سوف اريك مجال الريسكن من الصفر الى الاحتراف من خلال فقط عليكم بالدعم كل ما سوف اطلبه منك صديقي هو دعمنا بلايك ومشاركة الحلقة الى اوسع نتق ممكن لكي استمر في طرح لكم المزيد من الدورات بداية اصدقائي مجال الريسكن هو مجال التعديل على تطبيقات الاندرويد وكذلك الالعاب يعني تعديل اي شيء له علاقة بالاندرويد بحيث يصبح هذا التطبيق وهذا اللعبة ممكن لك بعدما ان قمت بالتعديل على هذا التطبيق او الكود سورس وكما نعلم اصدقائي في جوجل بلاي او في اي متجر الكتروني خاص بالتطبيقات في العالم يوجد فيه تطبيقات الاندرويد وكلنا نمتلك اجهزة او هواتف او موبايلز ولدينا في هذه الدبايسز تطبيقات تفيدنا وكذلك العاب لكي تسلينا وغيرها قمنا بتحميلها من متجر جوجل بلاي وبطبيعة الحال اصدقائي اذا دخلنا الى جوجل بلاي سوف نجد تطبيقات كبيرة بها عدد تحميل كبير على متجر جوجل بلاي وهنا هذه التطبيقات تكون تابعة لشركات معينة تكون هي من قامت بانشاء هذا التطبيق من الصفر وهذا لا يمكننا التعديل عليه هناك تطبيقات التي سوف نقوم بعرضها في هذه الدورة هي التي سوف نقوم بالعمل عليها ونقوم بعمل ريسك لها لكي تصبح ملكنا ونقوم باضافة الاعلانات الخاصة بنا والطرق الربحية التي سوف اشاركها معكم في هذه الدورة وفي هذه الدورة سوف نقوم بعمل استيراد سواء مجاني او مدفوع لهذه التطبيقات ثم نقوم بعملية تغيير الهياكل والامور الاساسية لهذا التطبيق والتي تسمى بالباكيج نيم وكذلك الصور والأيقونات الخاصة بهذا التطبيق وكذلك الفيديوهات والمقاطع الصوتية التابعة لهذا التطبيق والتعديل عليها ثم نقوم بإنشاء حساب جوجل أد موب الخاص بالإعلانات ونقوم بإضافة هذه الإعلانات والاستفادة منها ماديا وشكل من أشكال الأرباح بعدها سوف نقوم بتغيير الأكواد ونقوم بوضعها في تطبيقنا ونقوم برفعها على متجر جوجل بلاي أو في حسابنا المطور على جوجل بلاي وكل هذه العمليات التي سبق وأن ذكرتها لا تحتاج إلى أي خبرة كبيرة وكل ما سوف نحتاج إليه هو القليل من الصبر وكذلك سوف نحتاج إلى حسوب والتطبيق الذي سوف نقوم بالتعديل عليه وكذلك برنامج أندرويد ستوديو لكي نقوم برفع الكود سورس ومن ثم تبدأ رحلتنا في تعديل على هذا التطبيق وكما أخبرتكم أن هذه الدورة خصيصا للأشخاص الذين ليست لديهم خبرة في البرمجة لذلك سوف تكون هذه الدورة هي الدليل الأول الخاص بك للدخول إلى مجال الريسكين أو إعادة هيكلة تطبيقات الأندرويد فقد صديقي ما أنصحك به هو مشاهدة هذه الدورة بتركيز وفي أوقات فراغك والقليل من الصبر وبإذن الله سوف تكون كل الأمور ببساطة وبسهولة وكما ترون أصدقائي هذا هو البرنامج الخاص بأندرويد ستوديو الذي سوف نقوم بوضع فيه الكود الخاص بنا وسوف نقوم بالتعديل عليه لا يغركم الشكل أصدقائي وتبدو لك الأمور أنها معقدة بل هي بسيطة للغاية كل ما سوف أقوم به فقط تطبيقه أنت على البرنامج وإذا لم يكن لديك حسوب حاول أن تجد حسوب لتطبيق عليه هذه الدورة وسوف أترك لكم جميع الروابط الخاصة بهذه الحلقات أسفل هذا الفيديو قم بالدخول إليه ثم قم بتحميل الأندرويد ستوديو وقم بتثبيته لكي تبدأ التطبيق معنا كذلك أصدقائي سوف أشارك معكم ملف خاص بكود سورس قيمته 100 دولار مجانا فقط لكي تتعلم التعديل عليه وأيضا سوف أشارك معك كيف تحصل على أكواد سورس الخاصة بهذه التطبيقات مجانا وأيضا سوف أشارك معك كيف تحصل عليها بشكل مدفوع وهذا التطبيق الذي قيمته 100 دولار الذي سوف أشارك معك في هذه الحلقة هو عبارة عن تطبيق خاص بالسرجاع الصور والفيديوهات المحذوفة يعني يمكنك أيضا حتى العمل عليه ورفعه على حسابك في جوجل بلاي لأن هذه التطبيقات عليها طلب كبير تخيل صديقي أنك قمت بعملية ريسكن لهذا التطبيق وقمت بوضعه في الجوجل بلاي وروجته له في اليوتيوب وحصلت على مستخدمين لهذا التطبيق فسوف تحصل على العديد من الأرباح فقط من خلال إعلانات أد موب وأيضا سوف أريك كيف تقوم بالتعديل على هذا التطبيق وعملية الريسكن لهذا التطبيق في الباكيج نيم وكذلك كيف تقوم بتعريب هذا التطبيق وكما ترون أصدقائي هذا هو الكود سورس الذي سوف أقوم بمشاركته معكم سوف أتركه لكم أسفل هذا الفيديو قم بتحميله لكي نبدأ العمل عليه ولا أطيل عليكم كثيرا مدة الحلقة الأولى من هذه الدورة ومن هذه السلسلة أترككم لكي تستمتعوا بهذه الدورة بإذن الله والتي سوف ترى فيها العديد من المعلومات المفيدة وكذلك العديد من المواقع التي سوف تساعدك نلتقي في الحلقة الثانية بإذن الله ترجمة نانسي قنقر